الخبر الأول اللي عدنا عن المفاجآت اللي محضرها اليوتيوبر فأول اليوتيوبر واللي هو نورستار فنور نزلت على حسابها بالإنستجرام هذه الصورة الغريبة اللي هوي من المتابعين توقعوا أنه ممكن تكون مسلسل أو أغنية جديدة وصراحة الصورة ما تعوب عليها كلش بنفس الوقت غريبة مكتبونا توقعاتكم بالكومنتات للشينو مجهزتنا نورستار أما بالنسبة لليوتيوبر الثاني واللي هو محمد جواني فبعد المفاجآة الأطلقة واللي كانت أغنية بدك داعر في اليوم طبعا الى الان ما سمع الأغنية نصح يروح يسمعها الأغنية خرافية لحط لكم رابطها بالوصف المهمة محمد جواني نزل على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي إنه أكون مفاجآة ثانية حتكون خرافية بعد ما نزل المفاجآة الأولى حطوكم الستوريات شوفوها الخبر الثاني اللي عدنا عن محمد جواني واستهزاء بأم بيسان من جديد فمحمد جواني نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي كان واحد من المتابعين دازل لصورة ابنية غريبة وكاتبها مين بتشبه فيرد على جواني مو معقول الشبه يخلق من الشبه أربعين فتقريبا كل المتابعين اتوقعوا أنه هو يقصد أم بيسان ولكن محمد جواني طلع بحسابه للإنستجرام ونزل استوريات يقول أنه ما يقصد أم بيسان قاعد يبرر ولكن للأسف حدف كل الاستوريات وبما فيهم هذا الاستوري اللي يستهزفي فما قدرت انها حملة على كون يكتبونها بالكومنتات شنو توقعون يقصدها أو لا الغبر الثالث اللي عد عن المحقق كونين وكشف الحقيقة الزواج ويسام وبيسان وأيضا عن انفصالهم بنفس الوقت بالنسبة لأشخاص الميدي يعرفون عن شنو دايحتي بالضبط فويسام نزل على قناة هذا المقطع اللي أعلن بي عن زواجه هو بيسان وبنفس الوقت عن انفصالهم طبعا بالنسبة للزواج فأبشركم هو حقيقي طبعا يا رب ما أكوني كلت المقلب ولكن الدليل موجود بالمقطع نفسه لما مريانا أو عمر سأل بوكتها بيسان هل انتوا سوون بينا مقلب أو لا فترد عليه بيسان انه والله مو مقلب وحلفت يعني حتى ويسان أتوقع حلف عليكم نحط لكم لهذه اللقطة شوفوا فما توقع صراحة انه حيحلفون كذب مجرد مقطع يوتيوب يعني ولكن بالنسبة لقصة الانفصال فهي كذبة أو مقلب نقدر نقول حيكون بيسان بالمقطع الجاي وأيضا بهذا المقطع كان موجود الدليل فباللقطة الأخيرة يحطه ويسام تكيت لو تلاحظون على أين بهذه اللقطة بالضبط شوفوا شون يباع الكاميرا أوكي فالانفصال مقلب مو أكثر وبالنسبة للزواج فإن شاء الله ألف مبروك وبالنسبة ليسأل عن الموعد فهو الساعة بالسادسة مساعين 12-12-2020 متى المظاهر قدامكم بهذه اللقطة طبعا لا تنسوا تكتبونا توقعاتكم وتقولولي إذا جبت العيد بالتحريات أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن رضا الوهابي ووصول حساب الانستغرام للثلاثة مليون فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال العشرة مليون يا رب يقدم محتوى جميل ويستحق ولا تنسون يا حباي بتباركويلة بالكومنتات وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى المقطع إجابكم لا تنسوا تحطون لك وتشتركون بالقناة شاني وكم فيدي زيما قناة مملكة القصص وبس مع السلامة شكرا للمشاهدة